نروح لكاس السوبر في أسبانيا كاس السوبر الأسباني هيرجع مرة تانية لملاعب المملكة العربية السعودية الشقيقة للعام التاني على التوالي التحاد السعودي يمكن كان مرتبط بتعاقد مع الاتحاد الأسباني عشان تتلعب مطشط السوبر على الملاعب السعودية يمكن السوبر بالنظام الجديد اللي تعمل به أول لقب فاس بي ريال مادريد في شهر يناير اللي فات وده كان لو حضراتكم تتذكروا اللي تابعوا يعني كان دورة ربعية كان فيها الريال والبرسا وفالينسيا وأتلاتكم مادريد النسخة التانية هتقام برضو بنفس النظام في الفترة من 13 إلى 16 يناير اللي جاي فيه اختلاف بس في الفرق المشاركة البرسا والريال موجودين برضو لكن الحقيقة وخدوا بالحضراتكم هما الدورة المجمعة بتتلعب بأربع فرق البطل والوصيف في الدوري والبطل والوصيف في الكاس المطشط هتتلعب من يوم 13 13 هتتلعب بمطش نصف النهائي الأول ويوم 14 هتتلعب نصف النهائي التاني النهائي هيكون بين الفرقتين اللي هيفوزوا يوم 16 على ملعب الجوهرة المشاعة في البطولة طبعا اللي أشارك فيها زي موطح لكم ريال بارسا ريال سوسيداد وأتلاتكو بلباو ترجمة نانسي قنقر